بسم الله الرحمن الرحيم الترمس اللي بتعمل كده في البيت مع عصير اللمون وأحيانا شوية شطة خفيفة كده على الكلام دوت بيعتبر أكل الحقيقة صحية ومغزية وبصراحة كده يعني بيبقى أجدع من أجدعها تسالي ممكن نتسلى بيها الترمس لازم نقول في الأول إن المرارة بتاعه ده شيء مش صحي على الإطلاق المرارة دي بتبقى بسبب مادة عضوية في أغلب الحقيقة المحاصلة النباتية إنما كل ما بزيد تركيزها بتزيد المرارة المادة دي الحقيقة فيها أزا كبير وممكن تعمل تسمم علشان كده أعتقد إن كل ست بيت يعني بتاع عارفة إزاي تخلص الترمس من المرارة دي وتعمل لنا في الآخر أحلى ترمس في الدنيا يعني الترمس ده بقى بصراحة عن كنز كبير أو مليان بروتينات نشويات دهون قليلة أوي بالإضافة إلى الألياف وعشر أنواع من الأملاح المعدنية وكمان عشر أنواع مختلفة من البيتامينات والشيء العجيب إن فيه 18 نوع من الأحماض الأمينية ده غير بقى مضادات الأجشاء ده اللي فيه وبسبب الكنز العظيم ده اللي في الترمس هنلاقيه إنه بيعالج أغلب عيوب الجهاز الهضمي يعني على سبيل المثال بس مش أكتر إنه بيساعد أوع الهضم وبيمنع الإمساك الترمس برضو فيه كمية حديد وبيتامين سي وبنسبة معقولة ودون مهمين أو الحقيقة عشان تكوين وتصنيع الهيموجلوبين يعني بيدينا دورة دموية سليمة وكمان حائط صد ضد الأنيميا وعلاجها لو كانت موجودة بالفعل وبسبب مضادات الأجشاء ده اللي في الترمس هنلاقيه ده بينعكس على صحة الجلد والبشرة وكمان هيقل زهور أعراض الشيخوخة المبكرة زي التجعيد الجلد نفسه ممكن ما يحصل لوش أي بقع بتبقى غام أكده بتنتشر عليه بسبب الشيخوخة المبكرة ده وبرضه بسبب الفيتامينات والمعادن الكتيرة اللي في الترمس هنلاقيه هيدي جهاز مناعي قوي يقدر يوقف كده بالمرصاد لأمراض كتيرة أوي ومختلفة كمان كمية البروتين الحقيقة اللي في الترمس عالية أول درجة أن كل 100 جرام فيهم حوالي 16 جرام من البروتينات ودي نسبة يعني محترمة جدا يعني من الآخر كده هوت أي حد مش واخد كفايته من البروتينات أو حاسس أنه نحيف أو ضعيف زداء اللازم أو بيلعب أي رياضة وعاوز زبن عضلات أو حد مثلا يكون في دور نقاها من أي مرض يبقى ما فيش قدامه بصراحة إلا الترمس علشان ياخد كمية بروتينات الحقيقة يعني ما حصلتش شعرنا ده حتى نفسه عبارة عن بروتينات يعني الترمس هيفيد أثناء تكوين الشعر المزا زي في حالة الأطفال وبعد كده هوت بقى لما بنجبر هيخلي الشعر قوي والتقيل صعب أنه يقع من ناحية تانية بسبب برضو البروتينات مع الألياب بقى في الحالة ديات اللي في الترمس فده هيخلي عمليات الهضم بطيئة وبالتالي ده هيساعدنا في كذا حاجة يعني هيدي إحساس بالشبع بالتالي هيساعدها التخسيس وكمان مش هيخلي السكر في الدم يرتفع بصورة كبيرة أو صورة فجائية بسبب الأكل اللي احنا بناكله وده مهم أول الحقيقة لمرضى السكر أو اللي عندهم شك إن المرض ممكن يجي لهم لأي سبب من الأسباب لأنه كمان برضو في نفس الوقت الموضوع ده هيقلل من مستوى السكر في الدم الترمس بالعناصر اللي فيه بيقلل الضغط العالي ونسبة الكلسترول وبيمنع تصلب الشرايين وده كله هينعاكس على القلب مش القلب بقى بس لا ده القلب والمخ والعين وكل الأوعية الدموية اللي بتغذي الجسم كله أو اللي منتشر يعني صوري في الجسم كله وهتبقى إن شاء الله في حالة صحية ممتازة ومن ضمن المعادن الكثيرة اللي في الترمس الكلسام والفوسفور يعني دول بيدوا عظم قوي حماية من الكسور والهاشاشة ده بإضافة كمان إلى أسنان قوية وسليمة يعني في النهاية الواحد عايزة تسلى يتسلى بقى بشواء الترمس مع عصر اللمون عليه زي ما قلنا قبل كده وده في يعني كفاية قوي وأفضل ألف مرة من التسالب حاجات تانية يمكن ما يكونش فيها يمكن ولا حتى عصر الفواد اللي في الترمس وداما كالعادة ما ننساش أبدا إننا نعمل الترمس في البيت ها علشان ناكله وإحنا متطمانين على الآخر من كل النواحي اللي احنا قلنا عليها سواء بالنسبة المرارة أو حتى النظافة الشخصية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر